عبر الأقمار الصناعية من تونس إلى الشأن المصري حيث لم يصدر بعد أي رد فعل رسمي على التصريحات المثيرة للجدل التي أدل بها الفريق أول عبدالفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالية السوداني بشأن حلايب وشلاتين وكان البرهان قد أكد أمس أن الجيش السوداني لن يفرط في شبر من أرض السودان ونقلت وكالة الأنباء السودانية عن البرهان قوله لن نتراجع حتى يتم رفع العالم السوداني في حلايب وشلاتين وفي كل مكان من السودان القوات المسلحة لن تفرن في شبر واحد من أراضي السودان وهي اليوم نذكر فيه الناس الكلام ذلك أنه نحن حقنا هذا ما نبنى ونبنى تراجع عنه ونبنى نساه ونبنى نخلي ناسنا ينسوه ونبنى نخلي ناسنا ينسوه ندرق عليه لغاية ما ينحصله لغاية ما نعقابنا إلحقوا زي ما مضوا الناس قبلنا ومشوا يستشهدوا إحنا نمشي في سكتهم لغاية ما يجي يوم زول من القوات المسلحة ويقيم على الحياة ويرفع العالم السودان في الفشل الكبرى والفشل الصغرى وفي حلايب وحشلاتين وفي توقوب وفي كل مكان في جودة الفخار وفي كل مكان عندنا فيه مشكلة نحن نشوف جيشتها في عالم هنا وسودان نباصل سيضرته على كل أسقاع السودان وللتعليق ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق وحييك سيادة السفير ابتداء أما كان يجب أن يكون هناك رد رسمي على تصريحات البرهان فيما يخص سودانية حلايب وشلاتين ورفع العالم السوداني عليها؟ أعتقد أن التصريحات التي أدل بها رئيس مجلس السيادة الانتقالي هي جاءت في ظرف داخلي في السودان حرج بعض الشيء للمجلس السيادة والحكومة السودانية وعندما أشار الفريق أول رئيس مجلس السيادة الانتقالي إلى موضوع حلايب وشلاتين هو أشار إليه إشارة في تقديري عابرة في معرض حديثه عن أراضي أخرى للسودان محل مع الشوبيا القاهرة أنا تقديري الشخصي لن ترد على هذه التصريحات أولا اعتزازا وتقديرا منها للعلاقات المصرية السودانية وثانيا تقديرا منها للظروف الداخلية التي يمر بها السودان والكلام من جانب آخر الذي يتردد في وسائل الإعلام الدولية أن السودان من الدول وأنا أقول هذا وأقول وأؤكد أن هذا كلام وسائل الإعلام الدولية التي ترجح أن يكون السودان من ضمن الدول العربية التي قد تتخذ قرارا بالانفتاح على إسرائيل وبالتالي أشك أن سيكون هناك رد فعل مصري أو تصريحات رسمية من المسؤولين المصريين أعتقد أنه في أحداث أخرى وتطورات أخرى في المنطقة وفي العلاقات المصرية السودانية أهم وأكبر بكثير من هذه الإشارات العابرة التي تمت يعني تقصد سيادة السفير وعفوا للمقاطعة سمح لي يعني مثلا تقصد أن مصر هنا أعلت فكرة التنصيق المصري السوداني في موضوع سد النهضة على حساب الرد على رئيس المجلس السيادي الانتقالي البرهان فيما خصص سودانية حلايب وشلاتين وهل هذا صحيح خصوصا عندما يتعلق الأمر ب الأرض والسيادة أعتقد مصر تنظر إلى العلاقات المصرية السودانية في إطار أشمل إطار استراتيجي وإطار تاريخي أشمل وأوسع وأعمق ليس فقط موضوع سد النهضة موضوع سد النهضة في مواقف السودان في مواقف المصر في مواقف الأسيوبيا لكن أعتقد عدم الرد عدم الرد حتى الآن بيعود إلى تقدير مصر واهتمام مصر وإدراك مصر للأهمية القصوى للإطار الاستراتيجي العام للعلاقات المصرية السودانية وبصفة خاصة العلاقات على مستوى الشعبين لا نريد أن ندخل في جدال ولا ندخل في أمقيل وقال لا يتلاءم مع خصوصية وتاريخية العلاقات المصرية السودانية سيادة السفير حسين هاريدي مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق كنت معي عبر الهاتف من القاهرة وينضم إلينا عبر سكايب من أسطنبول الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية أحييك دكتور عصام لعلك استمعت إلى كلام السفير حسين هاريدي في عدم رد مصر على تصريحات البرهان بسودانية حلايب وشلتين تعتقد أن هي منطقية مصر في النهاية هي موجودة في حلايب وشلتين وبالتالي هي تتفهم تصريحات البرهان في إطار وضع داخلي ما ليس أكثر ولا أقل بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم أولا ورحمة الله ورحمة الله لا أعتقد ذلك أن فكرة أن عدم الرد ما رده اعتزازا وتقديرا بالوضع في السودان واعتزازا وتقديرا للعلاقات الاستراتيجية والتاريخية مع السودان لأن هذه القضية أسيرت من قبل عدة مرات وفي كل مرة كان هناك تصعيد إعلامي وتصعيد سياسي من الجانب المصري أو من النظام المصري بشكل مكسف ومن قبل أثيرة حملات إعلامية مكسفة اتهمت السودانيين بكثير من الألفاظ وكثير من الصفات الغير المقبولة على الإطلاق في مرحلة من المراحل وكان هناك تبادل لأهجوم إعلامي بين الطرفين بل أنه في مرة من المرات وفي عهد البشير تم تحريق قوات عسكرية لدعم بعض المتمردين في غرب السودان وأعلن عنها البشير بنفسه من جانب الفتاح السيس وبالتالي هذا أيضا أعتبر كلام سعادة السفير هو أيضا نوع من أنواع الخطاب الدبلوماسي الاستهلاكي الذي لا يصف الحقيقة كما هي من وقت نظري الأمر أخطر من ذلك هناك قناعة سودانية مطلقة بأن حلايب وشلاتين هي جزء من الأرض السودانية الموضوع يتم إطلاقه في كثير من المناسبات بهدف المزيد من الحجد الحجد السياسي والحجد الوطني لا أستبعد بأي حال من الأحوال أن تكون حلايب وشلاتين جزء من صفقة القرن التي يتم تسويقها وترويجها وتنفيذها في هذه المرحلة بحيث أن نوعا من أنواع الإرضاء الوطني للشارع السوداني يتم الحصول على تيران على حلايب وشلاتين مقابل أولا رفع السودان من قائمة الإرهاب ثانيا التطبيع مع الكيان السهيوني كل هذه الأمور لكن اسمح لي دكتور من قال أن مصر سترضى بهذا الأمر وتعطي حلايب وشلاتين هكذا على طبق منفضة للسودان الأمر أبسط بكثير سيد أحمد لأن مصر سبقت وقدمت تيران وسنفير في أبريل 2016 على طبق منفضة للمملكة العربية للكيان السهيوني من خلال الوكيل السعودي ومصر قدمت على طبق منفضة اتفاق علاني المبادئ مع إسيويا في مارس 2015 مصر قدمت على طبق منفضة اتفاق ترسيم حدود مع اليونان وبالتالي كل هذه الاتفاقيات قدمت على طبق منفضة في ظل قضايا استراتيجية تهدد الأمن القومي للدولة المصرية ولم يحصل أن تحصل الدولة على مقابل لكل هذه الاتفاقيات وكل هذه التسويات عبد الفتاح السيسي نفسه قام بالتصديق في ديسمبر 2014 على اتفاقية خاصة بقبرص وقال من وجهة نظري أنه سيعطي لكل ذي حق حقه باعتبار أن وبالتالي الحديث الآن على ما الذي يدفع مصر الذي يدفع مصر أن الذي يدير المشهد السياسي والأمني والمعلوماتي والاستخباراتي هو غرفة عمليات واحدة تدار من بالتعاون المشترك الاستراتيجي المستمر والدائم منذ 2013 بين المخابرات المصرية المخابرات المصرية الإسرائيلية المخابرات الإماراتية وبتنصيك مع عدد كبير من الدول في المنطقة نعم أشكرك شكرا جزيلا دكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية كنت معي عمر سكايب من إسطنبول ومصريا أيضا شاد الأزهر الشريف بالخطوة التي اتخذت